المنتخب الوطني يبقي على أماله بالتآهل دور 16 في أمم إفريقيا بعد التعادل الصعب مع نظير الغاني في الجولة التانية من مباريات طبعا أمم إفريقيا قدم المنتخب الوطني عرضا متوسطا في إجمال المباراة قدم أداء متواضعا في الشوط الأول وتمكن المنتخب الغاني من استغلال خروج محمد صلاح مصابا واستبداله بمصطفى فتحي من تسجيل هدف التقدم في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول تحسن أداء المنتخب الوطني هجوميا في الشوط الثاني وتحرر اللاعبين من القيود الدفاعية وتعليمات فيتوريا وتمكن فيتوريا لأول مرة من قراءة المباراة بشكل جيد في الشوط الثاني فتحسن الأداء واستبدل عدد من اللاعبين ظهروا وغيروا شكل وأداء الفراعنة أمان غانا على رأسهم طبعا مصطفى فتحي الظهر بشكل مميز ومحمود حسن الترزيجيه اللاعب الكبير إلى جانب كمان تقلق إمام عشور في الشوط الثاني ومصطفى محمد الظهر بشكل مميز لا يزال المشاكل الدفاعية مستمرة ولا تزال الأزمات والأخطاء الدفاعية المتكررة يعاني منها المنتخب الوطني خلينا نشوف عندنا إيه ونرجع نكمل مع بعض